اوليسا النهاردة بنتكلم فيه موضوع مهم جدا قصة زواج الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة ام سلمة ودروس العظيمة المستفدة منها ولا خير فينا والله يا جماعة ما كناش هنتعلم من سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس قبل ما اكمل هذه السيرة العطرة بجاوب على المشاهدة الكريمة اللي سألتنا من شوية دعاء اللي زعلنا قوي ان مبارح كان اول يوم رمضان واخوها ما افطرش معاها ومع والدتها ومراته منعته او مراته حشيته واصارت انه يفطر معاها طبعا انا بقول لمرات الابن دي يعني احترام ملحمة ده يعني شيء مهم جدا وضروري وعمليها زي ما بتعملي امك بالزبط ويرضي ربنا فيها حتى لو هي عاصة ربنا فيك واجبك انك انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى فيها وما ينفعش ابدا انك تمنعي ابنهم خصانهم قاعدين لوحدهم لاتنين يعني انه ما تفطرش مع بعض كده وبركة في اللمة وتعودوا مع بعض كده في اول ايام رمضان بس انا عايز اقول لحضرتك يعني كزوجة ابن بكرة هتكبري برضو وحيب عندك ابن وهيعمل فيك نفس اللي انت عملتيه في حماتك خد بالك هيعمل فيك نفس اللي انت عملتيه في حماتك البرو اللي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البرو لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدن وعلا